السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال لماذا نسأل دائما عن قياس أي إشارة من الإشارات ولماذا نطلب تحديد قطرها أو طولها وعمقها بدقة شديدة معروف لدى الخبراء وحتى لدى الأغلبية من الباحثين العاديين أنه من النادر أن تجد إشارة دالة على دفاء ثمينة وتكون هذه الإشارة منفردة بل يجب أن تكون مرتبطة بإشارات أخرى في أغلب الأحيان فقد يكون عدد الإشارات المرتبطة ببعضها البعض إشارتين وقد يكون ثلاث إشارات ولكنه لا يزيد عن ثلاث إشارات ولا يقل عن إثنتين في حالة الدلالة على كنوز طبعا ولكل إشارة قياس يتراوح ضمن حدود معينة وكل نوع من أنواع هذه القياسات تحدد نوع الإشارة فيما إذا كانت إشارة رئيسية أو إشارة ثانوية أو إشارة تثبيتية فإذا كان قياس الإشارة 15 سنتيمتر فما فوق في حالة الجرون مثلا فإن هذه إشارة رئيسية ويجب أن يكون بعدها إشارة أخرى تابعة لها بمعنى أننا في حالة الإشارة الرئيسية نفكر في البحث عن الإشارة الثانوية التالية ولا نفكر في البحث عن نقطة الصفر مباشرة وإذا كان قياس الإشارة متوسطا أي في حدود من 8 سنتيمتر إلى 13 سنتيمتر تقريبا فهذه هي الإشارة الثانوية ونتوقع بعد تحليلها أن الإشارة التثبيتية الثالثة تقع في محيط هذه الإشارة وضمن مسافة تتراوح بين 6 متر إلى 11 متر تقريبا ويجب العثور عليها وكذلك الحال إذا كان قياس الإشارة أقل من 6 سنتيمتر فهذا يعني أننا عند إشارة تثبيتية ويجب التمهل ودراسة كافة الإشارات المرتبطة بها وعندما نقول إشارة طولها أقل من 6 سنتيمتر فهذا يعني أننا على مقربة من الهدف وأن الهدف في نقطة لا يتجاوز بعدها أكثر من 5 متر وقد تكون تحت الإشارة مباشرة في حالات جميلة ومتعددة ومحددة إذن من غير المفيد ومن غير المجدي عندما نتكلم عن إشارة معينة أن لا نذكر قياسها فطول الإشارة أو قطرها مؤشر مهم يعلمنا أين نحن من الدفين وبدراسة الشروط الثلاثة للإشارات وهي طبيعية أو صناعية تتابعية أو غير تتابعية القياس والاتجاه تكون الصورة العامة للإشارات وحالة الدفين أكثر وضوحا وأكثر قابلية للتفسير فالإشارة التي لم يتبين أو لم يتبين من عثر عليها هل هي طبيعية أو صناعية فإنها تزيد الأمر غموضا والإشارة التي لم يتم التأكد من وجود علامات متتابعة لها فإنها أيضا إشارة غامضة والإشارة التي لم يتم تحديد قياسها ومميز اتجاهها بشكل دقيق فإنها تزيد التحليل غموضا وتجعل التفسير غير ممكن ألبتة تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر